رمضان أقبل بعد طول غيابي ففرحت فيه مهنئا أحبابي خير الشهور به النفوس تعلقت وأستسلمت للخالق الوهابي بك ليلة القدر التي نزلت بها آيات تذكرة لذي الألباب يا صائمان للشهر محتسبا له بشراك مغفرة بغير حسابي بشراك مغفرة بغير حسابي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صبغت الشعر من أهم أساليب التجميل في حياتي كل مرأة فاللجوء إلى تغيير لون الشعر كل حين وآخر يجدد المظهر الخارجي يحسن من الحالة النفسية واحتياجك للتجديد والتغيير ككل مرة يبقى اللجوء إلى صبغة الشعر الكيميائية أمر مؤرق للكثير من السيدات بالرغم من أن الصبغة تعيدك بالحصول على درجة لون تريدينها بالضبط لكن لها العديد من الأثار الجانبية السيئة ولهذا تفضل الكثيرات الابتعاد عنها حيث أن الصبغة تسبب حساسية وتهيج في فروة الرأس مما يسبب لك شعورا مزعجا بالحكة والحرقان تتسبب صبغة الشعر في تحسس الجلد المحيط بالشعر إذا كان شعرك داكن وأردت صبغه بلون فاتح ستضطرين لاستخدام مستحضرات التشقير والتي تدمر الشعر وتسبب بظهور الشيب المبكر تفتيح الشعر بدراجات كبيرة يتسبب في خشونته بسبب مواد التشقير استخدام صبغات الشعر الكيميائية بشكل متكرر يسبب تلف الشعر وتساقطه في بعض الحالات قد تكونين مصابة بحساسية لأحد المواد الكيميائية في الصبغة والتي قد تصل عواقبها إلى تعرضك مثلا للاختناق تورم جلد الوجه والعينين لذا دائما ننصح باختبار الحساسية سواء لوصفات الشعر صبغات الشعر أو البشرة حتى لو كنت قد جربتها من قبل يجب عمل اختبار تحسس وفي ظل أضرار صبغات الشعر تفضل الكثيرات الوجوء إلى العناصر الطبيعية والمواد الطبيعية للحصول على صبغات شعر في المنزل آمنة وليست لها أي أعراض جانبية خصوصا للحوامل لأنها تكون مصنوعة من مواد آمنة تحت إشرافك وفي بيتك تمنحك سبغة شعر طبيعية لمواد طبيعية لها فوائد كثيرة وممتازة لشعرك تضمن لك أولا النعوم واللمعان تغذي شعرك بالعناصر والفيتامينات اللازمة تقويه تزيد كثافته تعالج لك مشاكل تساقط شعرك وتقوم بتنظيف فروة الرأس بعمق لترطبها صبغة الشعر لدينا اليوم نوعين من صبغات الشعر لدينا أول صبغة هي باللون البني لدينا هنا فالقهوة نحتاج إلى كوب من القهوة الثقيلة حضري قهوة ثقيلة بطريقة تحضيرك للقهوة المعتادة استخدمي أي نوع قهوة متوفرة عندك في البيت لا تكلفي نفسك حتى وإن كانت السريعة الذوبان يمكنك استخدامها التركية أي نوع يمكنك كذلك الاستعانة بالإسبريسو أتركيها تبرد تماما فالقهوة تعمل كسبغة طبيعية ممتازة جدا تمنح شعرك لونا جميلا تغطي جذور الشعر الرمادية والبيضاء ويمكنك استخدامها لتنويع درجات اللون في الشعر نقوم بأخذ قلت كوب من القهوة هنا الكميات حسب طول وكثافة الشعر نضعه في إناء على حمام ماء دائما على حمام ماء ونضع عليه ملعقة طعام من نشاء الذرة نشاء الذرة ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض نشاء الذرة أو الكورن فلاور أو الميزنة هذه هي أسماء نشاء الذرة نقوم بخلط المكونات كلها مع بعض على البارد لاحظ كيف يتغير لون القهوة من الأسود إلى البني بعد إضافة نشاء الذرة نخلط جيدا يتغير اللون إلى لون الشوكولاتة نضع المكونات كما ذكرت على حمام ماء مع الخلط المستمر حتى الحصول على كريمة خفيفة مثل كريمة الصبغة بعد التحريك الجيد نتحصل على هذه الخلطة الثقيلة لاحظي مثل الصبغة ثم نقوم بأخذ إناء نفرغ فيه خلطة القهوة ونقوم بإضافة ملعقة طعام كبيرة من الكاكاو الخام أي الكاكاو المر يجب أن يكون الكاكاو هنا الكاكاو المر أي الكاكاو الخام وهو ساخن ونخلط جيدا المكونات مع بعضها البعض نترك هذه الصبغة حتى تصبح فاترة وبعدها نقوم بتوزيع الصبغة على الشعر بفرشات الصبغة على جميع الخصل ونقوم بتغطية الرأس بكيس أبلاستيك أو أي بني متوفر عندك في البيت ونتركه لمدة أربع إلى خمس ساعات يمكن عمل هذه الوصفة في النهار أو في الليل حسب الرغبة صاحبات الشعر الداكن يجب تفتيح لون الشعر أولا بواسطة مغلى البابونج أي الكاموميل نغلي حوالي كوب من البابونج في كوبين من الماء نضعه في بخاخ وبعدها نقوم برش الشعر جيدا لتفتيح الشعر حوالي ثلاث مرات في اليوم للحصول على الصبغة المطلوبة هذه هي الصبغة هذه الصبغة تستعمل ثلاث مرات في الأسبوع ويجب أن يكون شعرك مغسولا وجافا قبل استعمال هذه الصبغة وقلت تحتاجين لتكرارها مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع حتى الحصول على النتيجة المطلوبة كذلك أنصح أو أفضل استعمال ملعقة خل تفاح لهذه الصبغة لتفتيح حفوا لتثبيت اللون فترة أطول هذه الوصفة أو الصبغة آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات إذا أردت أن تضعين هذه الصبغة لبنتك من عمر خمس سنوات فما فوق يمكن استخدام هذه الصبغة لهم وبكل أمان فوائد هذه الوصفة كذلك رائعة جدا للشعر حيث تعمل على تنشيط بوصيلات الشعر وتحفيزها مما يساعد على زيادة معدل نمو شعرك يعتبر حل ناجع لمعالجة تساقط الشعر لأنها تحتوي على كاكاو وكذلك قهوة تمنح شعرك كثافة ونعومة ولا معانا طبيعيا إذا استخدمتيها استخداما منتظما تمنح شعرك ترطيبا تعالج مشكلة الشعر الجاف تغذي بوصيلات شعرك من الجذور حتى الأطراف تعد حل للشعر المجاعد هذه الوصفة أو وصفة كذلك صبغة الأكاجو رائعة جدا لذوات الشعر المجاعد إذ أنها تعمل على إفاء نعومة وستلاحظين الفرق ومن أول استعمال تعالج مشكلة التقصف تعتبر بديلة لصبغة الشعر الصناعية التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية الضارة والتي قد تعاني منها السيدات كبار السن فتلجأنا لها كحل مثالي لإخفاء الشعر أي الشعر الأبيض أي الشيب دون إلحاق الضرر بفروة الرأس والوصفة الثانية هي وصفة لصبغ الشعر باللون الأحمر الأكاجو لمحبات هذا اللون بدون حنة وكذلك بدون صبغة بمعنى بمكونات طبيعية آمنة ومفيدة للشعر ومفيدة حتى للشيب رائعة جدا وهي تستخدم لجميع الأعمار ليست منها أي أعراض جانبية نحتاج لملعقة طعام كبيرة من زهرة الكركديه ملعقة طعام كبيرة نضعها في كأس من الماء المغلي ونتركها لتنقع ليلة كاملة هذا الماء ينقع لليلة كاملة ثم نأخذ إناء نضع فيه الكركديه ونضع اثنين ملاعق شاي صغيرة من نشا الذرة اثنين ملاعق شاي صغيرة من نشا الذرة نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض ثم نضعها على حمام مائي حتى الحصول على خليط كثيف نوعا ما على حمام مائي طريقة حمام الماء معروفة للجميع بعد ما يتكثف هذا الخليط مباشرة وهو ساخن نضيف عليه ملعقة طعام كبيرة من مطحون زهرة الكركديه على شكل بودرة ناعمة نضيفه مباشرة وهو ساخن ونخلط المكونات جيدا ببعضها البعض بهذا الشكل حتى الحصول على عجينة شبه الصبغة نخلط جيدا ونستمر في الخلط ثم نضيف على هذا الخليط ملعقة طعام كبيرة من خل التفاح أو أي نوع خل متواجد في البيت أو حتى عصير الليمون يمكن ذلك دوره هنا هو تثبيت اللون وإعطاء اللمعة الطبيعية للشعر نخلط المكونات جيدا ثم توزع هذه الصبغة على الشعر جيدا نتركها من ساعة إلى حتى ست ساعات حسب درجة الشعر وبعدها توسل بشكل عادي بالشامبو المناسب لشعرك هذه الوصفة آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات وحتى البنات الصغار يمكن استخدام هذه الوصفة لهم وبكل أمان يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على اللون المطلوب بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة